الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقية تختتم أعمالها بشرم الشيخ بعد خمسة أيام من النقاشات والمحادثات وسط تأكيدنا على الإجراءات الرئيسية لتحقيق الدمو الشامل والتنمية المستدامة بالقرة ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر لمصر دور مهم جدا في هذه النقاشات وليها رأي وتوجه واضح مصر كانت استضافت كوب 27 وكان برضو لها توجه واضح جدا وقوي في هذه الاجتماعات شهدت الاجتماعات السنوية بشرم الشيخ العديد من القرارات التاريخية كإعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية انضمامها إلى مجموعة الدول الإفريقية المساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقية كما شهدت إعطاء إشارة البدء في إجراءات التصديق على قرار تعديل اتفاقية صندوق التنمية الإفريقية ليتسنى له حشد الموارد من أسواق المال العالمية بنك التنمية الإفريقي هو الأكثر منظمة إقليمية الأقرب إلى الدول الإفريقية وهي لديها أكثر من البنك التنمية الإفريقي مجموعة بنك التنمية الإفريقي مكونة من البنك التنمية الإفريقي وسندوق التنمية الإفريقي خلال الجلسة الختمية أعلن البنك الإفريقي للتنمية اختيار كينيا رئيسا جديدا لمجلس المحافظين بالبنك في دورته الجديدة لمدة عام خلفا للدورة الحالية التي ترأستها مصر